شركة لوسيبي الشركة الكبيرة والمتواجدة في عدة دول والتي توظف بشكل مستمر عدة التخصصات انشئتها لشركة في عام 1920 هي متخصصة في مجال استغلال واستخراج الفوسفاط المغربي شركة دولية ولديها تاريخ كبير جدا إذن إخوانا أخوات الكرام سأشارك معكم استمارة لتقديم طلب العمل مع شركة لوسيبي في جميع المجالات وجميع التخصصات يمكنكم الآن تقديم لهذه الشركة والحصول ان شاء الله على فرصة للعمل داخل المغرب أو خارج المغرب بالنسبة لإخوانا أخوات خارج المغرب في دول العربية أخرى دول الشقيقة يمكنكم تقديم من أي دولة كتابة في ميسر أو تونس الجزائر أو العراق أو ليبيا في من أي دولة يمكنك تقديم لشركة لوسيبي وان شاء الله تحصل على فرصة للهجرة والعمل مع الشركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعين كرام حياكم الله أينما كنتم وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إخوانا أخوات شكرا لكم جزيلا على دعمكم للقناة المستمر وشكرا لكم على التعاليق الجميلة وأتمنى لكم توفق جميعا من القلب الخالص إذن إخواني إذا كنتم زواجرون أدعوكم الآن لفقط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد لتفكير فقط لمن لم يشاهد بعد فيديو بخصوص التطوع في قطر يمكنكم مشاهدته الآن شاركتوا معكم البارحة مهم جدا للرغبين في التطوع في قطر إذن يمكنكم مشاهدة الفيديو ستجدون جميع الروابط موجودة في أول تعليق إخوانا خوات الكرام كما تلاحظون هذه استمارة ترشيح للعمل مع شركة لوسي بي المتخصصة في استخراج الفصفات هل ترغف الاندمام إلينا ولكن لا يمكنك العفور على عرض عمل يطابق منفك الشخصي نرعوك لتقديم طلب عفوي استمارة سهلة جدا يمكنكم ملؤها في بضع دقائق من الهاتف أو من خلال الحاسوب تقوم فقط بإدخال الاسم الشخصي وتقوم بإدخال الاسم العائلي البريد الالكتروني رقم الهاتف برمز البلد هنا تدخل المدينة وتختار الدولة من خلال هذا السهم وتقوم بإرفاق السيرة الذاتية تكون منجزة بطريقة جيدة احترافيا السيرة الذاتية عادية لكسيرة الذاتية بطريقة كنادية إذا كانت لديك خبرة في مجال ما فيمكنك توضيح جميع الخبرات المعنية ومستوى الدراسي في السيرة الذاتية وتقدم أو ترفيقها في الاستمارة بعد ذلك سأقوم بإدخال خطاب نية سأترك لكم نموذج في صندوق الوصف يمكنكم استخدامه في الاستمارة وبعد ذلك سأقوم بالضغط على إرسال الطلب كما تلاحظون إخوانا أخوات الكرام قمت بعمل المعلومات الخاصة بكل من الاسم الشخصي والاسم العائلي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ونقوم بدخل المدينة كما تلاحظون هنا ونقوم بتحديد البلد أو الدولة لإقامة بعد ذلك نقوم بتحديد السيرة الذاتية نقوم بإرفع السيرة الذاتية بالضغط على حد الملف هذه الرسالة كما تلاحظون إخوانا أخوات ستجدون نموذج في صندوق الوصف للفيديو لمن يود إرسال هذا الخطاب باللغة الإنجليزية يمكنك ترجمته على جوجل ستذهب مباشرة إلى صفحة جوجل وتكتب فرانسي هنا تظهر لنا ويظهر لنا مكان الترجمة نقوم بإرفاق أو بلسق الخطاب وهنا كما تلاحظون إخوانا أخوات تم ترجمة الخطاب باللغة الإنجليزية تذهب إلى الأسفل القليلة وتضغط على نسخ وترجع إلى الاستمار على هذا الشكل وتقوم بإرفاقه ستضغط على لسق وتم لسق الرسالة باللغة الإنجليزية كما تلاحظون إخوانا أخوات هذه طريقة سهلة وبسيطة جدا بعد ذلك ستضغط على انفوية أو تقديم إرسال الطلب إذا نضغط من جديد قمت بإرفاق سيرة الداتية لقد نسيت إرفاق سيرة الداتية كما تلاحظون هذا هو الملف وتقوم بالضغط على انفوية أو تقديم الطلب ننتظر بداع تواني وتم إرسال الطلب رسالة تأكيد كما تلاحظون إخوانا أخوات تم إرسال الطلب بنجاح سنقوم بترجمة العربية تم تسجيل طلبوك العفوي تم تسجيل الطلب إذن هذه طريقة تقديم لفرصة العمل مع الشركة الأوسي بي الشركة الكبيرة جدا والتي توظف عدة مجالات برواتب محفزة إذن إخوانا أخوات قدموا الآن طلباتكم توكلوا لله وأتمنى لكم توفيق جميعا ستجدون رابط التقديم في أول تعليق وأيضا سأترك لكم موقع ترجمة الرسالة التحفيزية أيضا في أول تعليق لمن يود إرسالها باللغة الإنجليزية حد موفق للجميع لا تنسوا فقط الاشتراك في قناة وتفعيل زر جارس للتوصل بكل جديد ومشاركة الفيديو لكي تعمل فائدة وأيضا لايك جزاكم الله خير لتوفير عائتي الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة